بداية خليني أخد تقييمك سريعا لمشاركة مصر سواء في مباراة لبنان الأولى أو في مباراة السودان التانية في كاس العرب إزاي شفت أداء المنتخب وشكله طبعا مباراة الأولى لبنان إحنا كنا بعيد بشكل كبير وتغير راضي ولا راضي لا طبعا غير راضي وتغير راضي طبعا طبعا يعني على المستوى الفرد وعلى المستوى الجمال أداء كان أقل من مستوى اللاعبين بتاعتنا المباراة السودان أعتقد يعني اللعبة أخدتها بأنه يحترم مهم جدا الفريق واللاعب يحترم المنافس بتاعه عشان يقدر يقدر بشكل كويس ويقدر يحقق يعني الهدف من المباراة المباراة التانية بتاعت السودان الحمد لله يسكور كويس خمسة سفر الأداء بشكل عام شكل كويس جيد أداء مقبول وإن كان برضو نحتاج مستوى أعلى من كده إحنا ندخلين على إمبرال الفايسل بقى في تحديد كاس العالم الدول المؤهلة لكاس العالم هتبقى يعني موقع صعبة جدا إحنا مصنفين تصنيف تاني بس إحنا ترتبنا السادس على فكرة على المستوى الأفريقي سابقنا الخمس فرق دول اللي هو السنغال وتونس والجزائر والمغرب ونيجيريا هنقابل إحنا الفرق دول عندنا فرصة كبيرة يعني أعتقد يعني تفضل نقابل مين من الفرق دي نيجيريا نيجيريا الخامس على فكرة في التصنيف نيجيريا ابناء عطول يعني لو كنا لعبنا المطشط في الفترة بتاعت كابتن حسين بدري مطشط في الأجندة الدولية كان ممكن نقرب أو يعني ولو كنا كسبنا المطشط بتاعت تصفيات برضو دور المجموعات كان ممكن شوية نقرب ونخش خامس بس يعني قدر الله ما شاء فعل زيما بيقول بس طبعك تدير فرصة أكبر ولو إن الحقيقة أنا بشوف برضو أن منتخبات التصنيف التاني يعني مش قليلة يعني أنت بتتكلم على غانا وبتتكلم على مالي على فكرة مالي منتخب محترم جدا 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 الحقيقة قدم كرة قوية جدا فبشوف أنهما منتخبات مش برضو مش سهلة بس برضو التصنيف الأول يعني إلى حد ما برضو فيه تفوق يعني في المستوى طيب أنا هاجي طبعا لكاسة العالم بس خلينا شوف إيه الفوارق اللي لحظتها ما بين مباراة لبنان وما بين مباراة يعني إيه الأسباب اللي قدت للتباين في المستوى في المباراة لبنان والسودان هو أهم حاجة خلال الفرص بشكل أكبر وبالتالي التركيز في إنهاء الهجمة دي خلت فيه الإسكار عال يعني دي أعتقد أهم النقط الإيجابية الموجودة مش التغييرات أو مش اللعبة أنت تقريبا غيرت نص الفرقة يعني لعبوا ماتش لبنان نصهم رياحوا في ماتش السودان هل العناصر اللي دخلت هل رغبتهم في إثبات ذاتهم هل طريقة اللعب هل ضعف مستوى المنافس أو تراجع مستوى المنتخب السوداني وطرد اتنين لعيبة ها دي الأسباب اللي قدت ولا في حاجة عند كيروش خلتنا نظهر بشكل ده هو بالنسبة للمستوى اللعبة أنت بتتعامل مع منتخبات دايما المجال بتاع الاختيار واسع وبتقتر من كل الأندية فبتبقى دايما المستوى متقرب ما بين أساسي وبوادين بديل إلا بقى لو فيه تفارات في المستوى بعض ظاهرة اللعبين اللي هو بيبقى ظاهرة في فترة من الفترات إنما معظم اللعبين أغلبهم نقول 98% سواء الأساسي أو البديل اللي بلعبه في مركز واحد هو في الغالب بيبقى تاريب المستوى متقارب جدا فكونك إنك بتغير يعني أعتقد دي مش تفرق كتير في الأداء بشكل عام مين لفت نظرك من اللعبة في المشاركة مصر الأولى في المطشين مين اللي حسيت أنه أقدم مستوى خصوصا أن فيه لعيبة بتظهر لأول مرة يعني أنا للأسف أنا مباراة السودان ما شفتهاش للأسف يعني حقيقة مباراة سودان يمكن شد تعلق عدد من الأسماء أحمد رفعت وعمر كمال أحمد رفعت العيب كويس أنا عرفه من فترات طويلة كنا ضربناه في أمبي من عشر سنوات وكنت معتقد هو المفروض كان يكون في مكان أفضل من كده بس هو ممكن يكون متكاسل شوية إنما كان إمكاناته عالية جدا لو أخذ الأمور بجدها أكتر من كده كان يبقى دور في المنتخبات على المستوى الدولي كان يبقى دور الأفضل من كده أنا مبسوط له الحقيقة وإحنا قلنا أنه الولد من زمان حقيقة من أيام كابتن حساب قلنا أنه يستحق هو أحمد عبدالقادر أنهم يأخذوا فرصة أحمد عبدالقادر أنا شايفه من أحسن لعبين في مصر الحقيقة